امبارح ولا اول امبارح حد بعث لي تويتر من كاتبها عمار علي حسن وانا بقول اسماء وانا بخاف يعني انا بقول اسماء لانه مش عشان خاطر اللي بيقول ما يخافش واللي خاف ما يقولش انا قلت بوضوح الدكتور عمار علي حسن الصحف السابق فيه احدى الوكالات الاخبارية هذا الرجل كتب تويتر بيقول ايه بيقول باختصار شديد كنت في التلفزيون بتكلم وهجمت الرئيس السيسي هو اللي بيقول وبعدين نزلت في الشارع لقيت عربية جت كت عايزة اخبطني وقف الراجل اللي كان عايزة اخبطني وقال له عشان تبطل كلام على الرئيس هو قال كتب بيقول بعد مرور 8 سنين ولا 7 سنين الراجل نفسه اللي كان عايزة اخبطه وقف وقال له انا اسف دي رواية هو رواها موجودة على صفحيته روح اشوفوه انا قررت الكلام قلت ايه ده هو الدكتور عمار ده دكتور في ايه هو الراجل ده مش ده مثقف والراجل قديم وبيقلف كتب وراجل كان في وقت الثورة والكلام ده كله تفتح الحنافية تلاقيه نزل منها يتكلم متكلم كتير طب هو الراجل ده يا جماعة بيقول بجد ولا اسقاط ولا رواية صغيرة ولا مصرحية لأ ده هو كاتب على وجه الخبر على وجه الحكاية على وجه التوثيق فانا قلت هذا الكلام كذب هذا الكلام مش صحيح الدكتور عمار يعني عيب ان يعمل كيف يعني قلت ما يستحق القول في هذا ليه تكتب تغريدا النهاردة اهو دي القديمة اهو عشان نتشوف بداية 2015 ظهرت في التلفزيون وانتقت الاء الرئيس السيسي وخطابه وكنت لأ منتخبه ماشي بعد ايام وبينما اعبر الشارع اسرعت سيارة نحوي فهرعت مبتعدا واصرخت ايه الحكاية ايه ده فصرخ السائقها وهو يسرع اكتر عاوز خوفك بس علشان تسكت وتسيب الرئيس يشتغل اوقفني منذ اسبوع رجل واخبرني انه كان من فعل هذا واعتذر بشدة طيب انا راضي حكمكو انتو يا مشاهدين يا كرام هل تدخل هذه الرواية العقل انا بتسأل ده رجل يعني رجل بيقلف روايات بس انا بقول له انا ما اهمش معاك هل الروادي مزبوطة يعني فعلا الرجل اللي من سبع سنين حاول يموتك بالعربية اغبطك عشان انت بتهاجم السيسي النهاردة جايب يعتذرلك هو نفس الراجل كان مستنيك شافك فين طيب انا بقول لك حاجة انت قلت كلام قطير جدا وانا بقول لك اهو انت بقى كان الرجل اللي عايز يخبطك بالعربية يشرع في قتلك ده شرع في قتل انت بقى طالما عارفه روح بلغ النيابة دلوقتي وانا بقول تاني اتحداك لو كانت الرواية الصحيحة اتحداك تجيب الراجل دهو ما كنت انت شفته وعارفه اكيد يعني انت راجل برضو مش سهل يعني لقى ترقم العربية عارف شكل الشخص تروح تبلغ النيابة العامة تقول لهم هذا الرجل لاني بقى اقول اراء مناهضة للرئيس كان عايز يقتلني كان عايز يخبط والنهارده جايب اعتذر لي روح بلغ في النيابة لكن انت بتعمل تويتر بتعمل حالة من حالات اللا يقين وحالات اللا استقرار وحالات غيره وغيره وغيره انا برض عليك انت كتب وانا قلت كلام وقلت اسمك بهدو وهو قدامي يعني انا اتكلمت عليك بشكل واضح جدا وقلت ما غلقتش فيك ان انت راجل مواغزة بطال ولا انت راجل كذا ولا كذا ما قلتش حاجة يا ما قلتش هذا كلام انا انتقدت حاجة انت عملتها هذه التغريدة قلت ان هي كاذبة وانا شككت فيها وقلت ان هي من وحي خالك ولو كانت صحيحة عليك انتذهب للنيابة ده اللي انا قلته وباقوله تاني وباعده تاني للفته دورت ولا عدت اقول الدكتور عمارة العسن كان وما كانش ما قلتش حاجة خالص انا هو قلت الكلام وموجود قامت الدكتور عمارة النهاردة كاتب تغريدة بتنم على شخصيته ايه بقى بلغني ان اعلاميا صغيرا انا هو بيصفني ان انا اعلامي صغير وهذا تقديره له حرية انه يقول صغير او كبير حلوة او وحش دي بتاعته براحبه يعني انا 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 لا اجادل في حد بيحكم علي بينتقدني طالما ما سبنيش خلاص هو شايف من وجهة نظره على حد نظره وعينه ونضرته شايف ننا صغير عادي جدا عادي انت حدث احمره خداه لا عن خجل لكن من غيض وحقد وتبجع يا دكتور عمار اولا انت ما عندكش جراء لانه ما جدتش اسمي انا جدت اسمك وبقول انت المفروض يعني راجل استاذ وراجل محترم وراجل مثقف مش قادر سدرك داية انك تحد ينتقدك وهكذا كل الناس اللي زيك يحبوا ينتقدوا الدولة كلها والناس كلهم حد يقرب منهم لا دا كفر قالك انه لما انا بيتكلم لما بيتكلم قال انا يعني وش بيحمار مش خجلا انا ما عنديش حاجة اخجل منها والله يا دكتور عمار ما عندي حاجة اخجل منها انت ربما يكون عندك حاجات تخجل منها ربما يكون عندك حاجات كتير تخجل منها ومش عايز اقول والله ما عايز اقول والله ما عايز اقول انا ما عنديش حاجة اخجل منها على الاطلاق انت عندك حاجات كتير تخجل منها لكن خليني اروح بس للجزء التاني بيقول لكن من غيض وحقد وتبجع أنا لا أعرف الحقد ولا التبجه أنا فقط أهاجم من أراهم أنصف رجال أهاجم من أراهم أنصف مثقفين أهاجم من أراهم أنصف وطنيين أهاجم من أراهم مرتزقة أهاجم من أراهم يسيرون ويرقصون على كل الحبال أهاجم فقط من نسوا أصلهم أهاجم فقط من يدعون الفضيلة أهاجم فقط من يدعون أنهم متقفون وأنهم وطنيون وش بيحمار خد بيحمار مش شغلتك أنا يا دكتور عمار ما غلطتش في شخصك أنا يا دكتور عمار اتكلمت على تغريدة رأيتها من وجهة نظري أنها كاذبة وقلت لو أنت صادق روح بلغ في الرجل في النيابة أما أنك ترمي أي كلام فهذا لا يليق لا بيك ولا بالمشاهد ولا بالقارئ قلت هذا الكلام تطلح تقول بقى ده غيز هتغز منك أنت؟ مثلي لا يغترز من مثلك قولا واحدا وأحقد علي إيه؟ يعني هأحقد عليك ليه؟ يعني أنا أنا لا يوجد غدة الحقد عندي والكرهية مش موجودة الحمد لله الحمد لله وأحترم الجميع ولا أحتقر أحد حتى أنت يا دكتور عمار وتبجح تبجح دي بقى تقدير برضو لك لو أنت شايفني عندي مجاحة دي ضبرحتك برضو ده تقييمك أنت بيقول ذكر اسمي استجابة لمن يأمرونه فيخضع والله الذي لا إله إلا هو لم يأمرني إلا عقلي والله الذي لا إله إلا هو لم يحدثني ولم يحدثني ولم يأمرني آمر في هذا المكان وأقول قولي هذا ويميني هذا وقسمي هذا والله من فوقي خير الشهدين وأنت يا دكتور عمار لم تقول أنه بيأمرونه فيخضع فأنت هنا تقول عني كاذبا والله كاذبا بواحا ثم شكك في شيء إن ذكرته أقول لهذا العابر يقول عني عابر والله يا دكتور عمار أنت اللي عابر سبيل أنت اللي عابر على دولة كبيرة مش عارف قيمتها وعابر على شعب عظيم مش عارف تفاصيله ارجع في تكري الآن زمان لما كنت تجمي الزأزيق في القطر على القاهرة ارجع في تكري كده كنت تعمل إيه وبتقول إيه والناس حولك يقولوا ارجع بس الكلام ده هترجع لصابك تاني ما تغرقش المدينة وما يغرقش اللايكات وما تغرقش الناس اللي بتسقفلك وبتقول إنه الذي طالما أنا يعني تمنى سابقا الجلوس أمامي كتلميز ضئيل يا أخي ما هذا التكبر وما هذا الكذب والله عمار علي حسن استضفت مرة في برنامج كنت أقدمه في الفضايا المصرية اسمه نادر عاصمة وأول مرة أقول هذا الكلام وفيه شاهد وجبته هو استضفته هو والعزيزة فريدة الشوباشي والله هزع أول مرة أقول معرفش من حق أقوله لم أقولش بس خلاص وفريدة الشوباشي هذه المرأة المصرية الصلبة بمئة راجل قالتلي نشأت انت جايب كذا ده ليه انت جايبه ليه قلتلها يعني الرأي والرأي الآخر قالت رأي ايه والله ما أطلع معاه والله ما أطلع معاه واسوبك وامش اضطريت أعمل فقرتين هو الوحدة وهي الوحدة وفريدة شواشي موجودة عايش اللي بيقول انت كنت أتمنى أقف تلميذ ضئيل يا سيدي ما عنديش مشكلة يا سيدي طالما هتعلمني حاجة أقف تلميذ يا سيدي لو انت عايز تعلمني حاجة لا تقف قدامك تلميذ لكن المشكلة انت عامل ذات طابلة يا دكتور طابلة صوت بس مزايدات مزايدات رخيصة كلام رخيص ولم يكتب الكلمتين وقل لي ويكفيني أنك كلما هاجمتني مأمورا مأمورا هنقني الناس أي ناس يا رجل يهنقونك انت فكر يا رجل انت عندك ناس عموما أنا مش أخش في تنابز أنا ما عنديش حاجة جبت لقدامكو انت غريدها اللي بيش تمني فيها غريد مش هعمل كده هيقولك لا يا أخي فوت وما تردش وغيره بس أنا بقول دكتور عمار كنت في يوم الأيام بسمعه وبشوفه بس ما كنتش أبدا زي ما انت قلت تلميس ضئيل أتعلم منك ما عندكش حاجة والله يا دكتور عمار والله ما عندك لكان عندك ولا عندك لغاية دلوقتي والله ما عندك ولا هيكون عندك لأن المثقف المثقف دماغه كبيرة المثقف الروائي خالواسع المثقف الروائي الوطني يستوعب الناس يا أخي أنا مارق يا أخي يا أخي أنا ضيق الأفق يا أخي يا أخي أنا ضعيف أنا سطحي أنا ضحي زي ما انت عايز أقول أنا ما بعرفش أقول ما بعرفش يا أخي أنا عابر يا أخي أنا أهي صفة أنت أقول يا أخي استوعبني يا أخي طيب انت اثبت ان انت بناس اثبت ان انت راجل يعني مثقف اثبت ان انا راجل ضعيف وضئيل ورخيص و صغير زي ما انت بتقول لكن انت بتنازلش وأنا عموما انا سأخل Nurse أخاذ الملف لأن أنا ليس لدي وقت أنفقه في ما لا يفيد وأنا بعتذر الله للمشاهد والله بعتذر أنا آسف والله وما كانش يجب أن أنا أقول هذا الكلام ورد وضع وقتكم لكن معلش يعني برضو إحنا بشر والواحد بيغضب خاصة لما يكون الخبطات والكلام مجذوب وفج وفاضح لهذا الشكل